ومما أشار الله جل وعلا إليه أن عيسى عليه السلام وموسى قد أيدهم الله بروح القدس وروح القدس هو جبريل عليه السلام وكان اليهود يقولون للعرب بأن هناك نبي قد قرب وقته وزمانه وبأنه سيبعث وسيكونون معه وبالتالي سيقتلون العرب معه فأنزل الله تعالى قوله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ يقول تعالى لما جاء إلى اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان مصدقا لما معهم يعني من التوراة وكانوا قبل ذلك يستفتحون على الذين كفروا أي قبل مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بأنه سيبعث نبي وأنهم سيقتلون أعداءهم من المشركين وكانوا يقولون في القتال سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم فمع أنهم يعرفون بعتة هذا النبي الكريم إلا أنهم لم يؤمنوا به ولم ينقادوا لأمره يقول قتاده رحمه الله تعالى وهو من التابعين عن أشياخ منهم قال فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة وكان من شأن اليهود أنهم كانوا يطرحون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة التي يختبرونه فيها فعلموا صدقه وعلموا أن رسالته من عند رب العزة والجلال ومع ذلك لم ينقادوا له ولم يؤمنوا به وزعموا في ذلك بعض الأمور غير الصحيحة مما أشير إليه